عارف القصيدة الشهيرة اللي غنيتها السيدة المكلسوم وقف الخلقه ينظرونا كيف أبني قواعد المجد وحدي مصر تتحدث عن نفسها قمة المناخ دي بتقولك مصر تعرف تعمل إيه عندما تستضيف مؤتمرات قمة دولية أنا بتكلم بجد يعني حاول وانت بتتفرج أو ممكن تخلي ابنك يساعدك في هذا الموضوع يشلك شكل القناية يعيشلك اللوجو بتاع مثلا القناة الأولى أي قناة في العالم يشيل بس اللوجو وقعد تفرج كده هتقدر تقولي إن ده ده في مصر أول حاجة عشان كلنا عندنا بقى جزء من عقدة الخواجة تلك ده أكيد حاجة في أمريكا ده أكيد حاجة في هولندا حاجة في ألمانيا حاجة في النورويج كلام مين ده يعني ده ليه علشان إحنا عندنا جزء من عقدة الخواجة لأن إحنا طول للوقت مش قادرين نقتنع إن إحنا قدها وقدود إن إحنا نقدر نعمل الشكل اللي حضرتك شايفه ده على أكمل وأبهى وجه بمنتهى النظام مفيش تفصيلة ولو صغيرة مهما كانت متناهية الصغر عدت على التنظيم اللي أحلى مين بقى اللي مشارك في التنظيم عشرات بالمئات من الشباب المصري الصورة اللي أنت شايفها دي الأعدة دي النظام ده الترجمة دي كل حاجة كل التفاصيل مش بس هقولك شرم الشيخ الجلسات بتاعته ده المؤتمر كل اللي أنت شايفه ده مصري مية في المية مصري مية في المية عقول وقدين المصريين آه يوسف ما هو برضو مؤتمر ياهو أحنا نجي لك كده هتجي لنا كده يعني الأول يقولك يا تره يا مصر هتعرف نقول يا جماعة مصر قدها وقدود طب المية تكد بالغطاس حلو أهو يقولك بس أصله مؤتمر طب أديك شايف ولو على البسيط كده يمكن حتى كان النهار دا الدكتور مصفى مدبولي بيتكلم على البروتوكولات والتوقعات بتاعت الاتفاقات النهائية على البردويل وشمال سينق بالمناسبة وهلوم مجر قمة المناخ يا سادة ويا سيدات يا كرام ويا كريمات قمة المناخ اللي معمولة في شرم الشيخ تاني هعيدلك وهقولك اللي كنا بنقوله مبارح هي قمة التنفيذ مصر عايز القمة دي تبقى نقطة فارقة في تاريخ الإنسانية مصر عايز القمة دي تبقى البداية الحقيقية لإنقاذ هذا الكوكب لإنقاذ البشرية دي أول قمة بعد الستة وعشرين اللي فاتوا تبقى قمة تنفيذ للتوصيات مش نوصي بواحد اتنين تلاتة اربعة ونيجي في القمة الجاية تمانية وعشرين نحط توصيات جديدة وما إلى ذلك إطلاقا